خطفت قلبه من أول نظرة ووش السعد عليه وكانت السبب في تقلقه مع الأهلي ورقم واحد اللي دايما في ظهره أمنت بقدراته وساعدته في أول خطوة لي لحراسة عرين الأهلي بشكل أساسي من هي خطيبة مصطفى شبير جنة حلمي مفجأة فرحة بيعشها حارس الأهلي ونجل الأعلامي أحمد شبير والسد العالي الجديد في القلعة الحمرة مصطفى شبير بعد أعلن خطبته في الساعات اللي فاتت في حفلة حضره أصحابه والمقربين منه وأهله أعلامي ورموز من الوسط الرياضي ومجموعة كبيرة من محبي الحارس الأهلي صور وفيديوهات انتشرت لمصطفى مع خطبته اللي خطفت الأنظار بجمالها وبسطتها وإطلالتها اللي كانت مفجأة للكل وعلشان كده الكل بدأ يسأل عنها خصوصاً إن مصطفى ما تكلمش قبل كده عن حفل الخطوبة وحفل الخطوبة كمان مفاجئ للكل مصطفى تكلم قبل كده عن خطبته في أحد الظهور إعلامي لي مصطفى أعلن خطبته مع نشر صور مع خطبته والكل بدأ في تهنئة اللاعب بالخطوة الجديدة في حياته سواء من الجمهور أو المحبين لي أو نجوم الوسط الرياضي زي الأعلامي هاني حتحوت وكان لعب الأهلي عمر السلية ونجم الكرة في الألع الحمرة وأنديات الدوري المصري لكن مع انتشار صور خطيبة مصطفى الشبير الكل بدأ يسأل مين هي جناح المين النص الحلو في حياة نجم الأهلي ومنتخب مصر خطيبة مصطفى شبير تألقت في حفل زفاف بإطلالتين باللون الأبيض على الطريقة الكلاسيكية النعمة وسأل جمهور عن هبية العروسة واللي بتدعى جناح المين ارتبط بها حرس مرمى الأهلي مصطفى شبير من فترة منذ أعلى قبل أشهر اقتراب خطبته ودخوله الأفص الزهبي كمن ظهرت في الحفل لبسة فستان أبيض ستان شبه فستين الزفاف مصطفى شبير بيمر بفترة كبيرة في حياته الفنية مع النادي الأهلي على الرغم من عودة أحمد الشناوي مرة تانية للفريق بعد الإصابة لكن شبير ساب انطبع كبير عند الجمهور انه حارس النادي الأهلي القادم بداية التألق والتواهج لمصطفى كانت عن طريق إصابة الشناوي وتحديدا في مباراة منتخب مصر وكاس أمم إفريقيا الشناوي خرج مصاب من المنتخب وكان عنده مشكلة في كدفه غاب عن الملاعب فترة طويلة كولر في البداية كان متخوف ان مصطفى ما يكونش على قدر من المسئولية انه يكون الحارس الأساسي للنادي الأهلي وبدأ التفكير بأنه يتعاقد مع حارس مورمتاني وكان الاختيار على محمد أبو جبل لكن في الفترة اللي بدأت فيها الأهلي التفكير في التعاقد مع أبو جبل كانت توصية الشناوية عدم التعاقد مع حارس جديد قال لهم انتوا عندكم مصطفى شبير أدها وعلى قدر المسئولية وخلوا ثقتكم في كبيرة وفعلا الأهلي في الفترة دي صرف نظر عن التعاقد مع أبو جبل واكتفى بشبير اللي كان مفجأة الموسم وعمل أداء محدش كان يتوقعه من النادي الأهلي وكمان قدر من خلال تألقه مع الأهلي انه يروح منتخب مصر لكن يا ترى هل شبير هيكون الحارس الأساسي الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي خلينا نشوف